اشتركوا في القناة شاهدنا الفيديو المفيد عن اللغة العربية الفصحى أما أنا فاللغة العربية ليست لغتي الأم لغتي الأم هي الإنجليزية ولكنني أتعلم اللغة الفصحى لأنها لغة ديننا هي لغة القرآن الكريم وسنة المطهرة وثقافتنا الدائمة فلذلك أمصح الناس بتعليمها وتعلمها إن شاء الله سنستفيد منها في الدارين السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو الثلاث الحمد لله كانت رائعة لأنها توصل المعاني بمجرد السور لأن الأخشاص الذين لا يفهمون اللغة العربية يمكن أن يفهمها بها فالحمد لله والماشاء الله الناشيد فيها كانت رائعة كانت جميلة وكما أن في هذا الأسد نحتاج إلى الهسان الأعلام فإنه واحداً وإنه وحيداً يمكن استخدامها لتوسيل المعلومات إلينا من جميع العالم استمتعت بمشاهدة الفيديو الحمد لله خاصة الجزء الذي يتحدث عن اللغة العربية لأنني أتوس هذه اللغة وأفهم جيداً أهميتها وهذا الفيديو قد سلطت بطريقة سهلة وجميلة وقد كان الفيديو ملهماً ومفيداً وأرجو أن أرى مزيداً من هذه الأعمال في المستقبل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كوني أستمتع في أول عام الإسلامية ونستمتع في العربية العربية أنا أستمتع بمعرفة العربية لإمكاننا الnderاني من قرآن وإعاني بالتعاون إلى اللغة والآلاء والمسلم أعتقد أنه مهمة جداً للمسلم لإمكاننا الملك الكرام وإنه وإنما الملك الإرابي لإمكاننا الناس لحساب معound COGB وإنه 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 وإعجاب الناس لجميع التعاون بالعربية أعتقد أنه بالنسبة لكي تشاهدت في القرآن أعتقد أنه جدًا جدًا للجميع وهي جدًا جدًا بشكل جيدًا لكي أفضل أن نحصل إلى الأساس وهي القرآن وكذلك القرآن ويجب أن نحصل إلى الأحيان أهلاً أهلاً رمضان أهلاً أهلاً رمضان هذه الفكرة جيدة جداً ما شاء الله لتشجيع الشباب للاهتمام بالقرآن شخصياً أحببت فيديو اللغة العربية لأني أدرس العربية لكن عندما شاهدت الفيديو شعرت بحمية اللغة في الإسلام وعلم الله